حصدت البحرين ميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات عن خمسة اختراعات مختلفة لعدة فئات شاركت بها في المعرض الدولي التاسع للاختراعات بالشرق الأوسط الذي أقيم بدولة الكويت وبمشاركة 245 مخترعا يمثلون 36 دولة الزميلة خولة لغرينيس سلطت الضوء على عدد من الاختراعات الفائزة في هذا التقرير خمسة اختراعات ذكية أطلقها شباب بحريني خدمة للبشرية فحصدوا بها الذهب والفضة وذلك من بين 207 اختراعات عالمية شاركت في المعرض الدولي التاسع للاختراعات بالشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمة العالمية للاختراعات في جنيف الذي أقيم بدولة الكويت تحت شعار لقاء المستثمرين بالمخترعين هذه العقول البحرينية المتميزة فازت جميعها بالمراكز الأولى عن فئات مختلفة الاختراع الأول سمارت ستيمر حصد الميدالية الذهبية بالإضافة إلى وساب كفاءة الاختراع العلمي من قبل النادي العلمي التايواني وهو عبارة عن جهاز كي آلي للملابس بالبخار اختراعنا عبارة عن جهاز كوي آلي يهدف لمساعدة الناس اللي ما تقدر تسوي الشغلة المطلوبة ويكوي الملابس فيه وقت قياسي من غير التدخل للنسان وطبعا شاركنا في مسابقة انفانشن في مركز أبداع الشبابي وشاركنا في معرض الكويت الدولي للاختراعات وحصلنا ميدالية الذهبية بينما حصل على الميدالية الفضية ووسام التمييز في الاختراع العلمي من قبل النادي العلمي الكويتي للمخترعين اختراع نظام الغازات الذكي وهو عبارة عن روبوت آلي للكشف عن الغازات السامة عن بعد عبارة عن روبوت آلي لاستكشاف الغازات السامة أو الغازات لسبب انفجارات طبعا أنا كان خاطري أسوي شيء يخدم البشرية يقلل عدد المخاطر الحوادث فأنا قلت بستبدل هالشيء عن طريق روبوت آلي هو تقدر تتحكم فيه عن بعض روبوت لإما بالموقع الإلكتروني أو بالأبليكيشن بالإضافة أنه هو كما حصل اختراع ديم جايدنز الفضيات الثالثة وهو جهاز ذكي لمرضى السكري سراعي يهدف إلى خدمة المرضى المصابين بالسكري طبعا مرضى السكري منتشر بالعالم وبالخليج وبالبحرين خصوصا بشكل كبير فخلال تعاملي مع المرضى خلال تعاملي مع الأهالي اللي عندهم أطفال مرضى السكري شفت أنه فيه وائد قصور فيه التعامل وإدارة المرض فأنا قلت ليش ما أسوي جهاز يساعد الأهالي يحمي الأطفال يسيطر على المرض فاختراعت هاي الجهاز اللي هو راح يكون عبارة عن دكتور متناقل أو موجه سكري متناقل مع الأطفال يحميهم ويساعدهم في يساعد اللي حوالي للطفل أنه يتعامل صح مع المرض ويعد المعرض الدولي التاسع للاختراعات بالشرق الأوسط ثاني أكبر معرضا دولي للاختراعات بعد المعرض الدولي للاختراعات في جنيف ويعد المعرض الدولي التاسع للاختراعات بالشرق الأوسط ثاني أكبر معرضا دولي للاختراعات بعد المعرض الدولي للاختراعات في جنيف ويحظى بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم لعرض اختراعاتهم وابتكاراتهم إذ يضم المعرض عدة اختراعات من مختلف أنحاء العالم تحت عدة فئات ومجالات اختراعات بحرينية صممها شباب مثابر فحصد من خلالها الذهب والفضة في أحد أكبر المحافل الدولية التي أقيمت في دولة الكويت فرفعوا بتمييزهم اسم مملكة البحرين عاليا ليصبحوا علامة فارقة بين شباب العالم خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين